النهاردة معنا التسلا الموديل واي حصريا تعالوا نشوف ايه حكاية العربية دي يلا بينا تنسوش تستفيدوا من كواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار ماجد عشرة ماجد خمسين نون عشرين نون واحد وعشرين نون اثنين وعشرين نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيرة جدا ما تنسوش تستخدموها قبل ما ابتدي الريفيو احب اشكر محمود جدا صاحب العربية وصاحبه محمد اللي جايين لنا كل السكة من اسكندرية مخصوص للتصوير مرسيقا جماعة بجد مش هارف قولوكو ادي ايه انا شاكر تانكيو قبل ما نتكلم على سعر العربية ايه هي التسلا الموديل واي التسلا موديل واي ممكن تفكروا فيه على انها نسخة من التسلا 3 مارفوعة هي كومباكت كروس اوفر ومشتركة مع التسلا موديل 3 في 75 في المية من الاجزاء بتاعتها هي اكبر واكيد اقع يعني اطول من فوق لانها كروس اوفر زي ما انتو شايفينه وبتنزل بنسختين حاليا واحد اسمها البرفورمانس والتانية اسمها لانج رانج اللي اتنين يا جماعة ديول موتور يعني فيهم موتورين موتور عالاكسل امامي وموتور عالاكسل خالفي طبعا المواتير هنا كهربا واللي انا بنصورها دي اللانج رانج تمن العربية دي النهاردة حوالي ل 2 مليون ودي جبنا المواصفة العربية كومباكت كروس اوفر زي ما قلنا طولها 4 متر 75 واحدة من مميزات ان تبقى العربية معمولة من الكهربا او لانها تبقى عربية كهربا من الاساس قاعدة عجلات كبيرة جدا 2.9 من 10 على عربية طولها 4 متر 75 زي ما قلنا هنا فيها موتورين كهربا والبطارية بتاعتها الاجمالية حوالي 82 كيلو وات ساعة ليثيوم ايان لكن الجزء اللي بيستخدم منها 75 كيلو وات ساعة الموتورين هنا بيولدوا 346 حصان او 351 بي اس و 527 نيوتن متر لكن صاحب العربية عمل لها حاجة كده برضو تاسلا بتبيعه بيكلف حوالي 2000 دولار هنكتشف واحدة بنعمل التسارع التعليق الامامي والخالفي في العربية دي اللي اتنين منفصلين والعربية وزنها اتنين طن بالزبط لو بصنا على العربية من قدام فهي بالزبط زي تاسلا مادل 3 مع الفرق ايه يعني الحتة دي هي هي نفس المنزر وفي اللون الابيض الفاتح عاملة زي الصابونة شوية طبعا هي نعمة جدا مفيش اي حاجة زائفة في العربية من تحت عندي تهوية ومن هنا كمان عندي فتحات حقيقة عشان تعادي الهوا وتحسن مروره قدام العجل وتحسن من الارو ديناميكس لكن نسخة بالزبط من التسلا 3 اعلى شوية طبعا في الحتة دي وكمان السقف بتاحها اكيد اعلى بكتير لكن المنزر العام هو هو من قدام برضو الانوار هنا فيها داي تايم رانيج لايت ال اي دي والمجموعة كلها ال اي دي طبعا وكمان والاشارة زائد الفوج لايتز كمان ال اي دي لكن المنزر العام من قدام هو اللي ايه ممكن تقولوا عليه جيناريك يعني كده ما فيهوش شخصية جامدة قوي من البقية المناظر حلو اي لكن من قدام انا بحس انها جيناريك بزيادة وكالعادة زائد تاسلا 3 بالزبط هنا مساحة تخزين وممكن افتح الشنطة يا اما من نظام الترفيه يا اما من المفتاح يا اما من الاب اللي بتنزل على التليفون نفتحها من الاب واحد اتنين تلاتة فتحت مساحة التخزين في الجزء الامامي اللي بيسموه الفرانت رانك او الفرانك مية وسبعتاشر لتر مساحة كبيرة تاخد حاجات كتيرة مش قليلة وكمان بصوا على حتة دي معمولة انها تطابق عليها عشان تبقى اي مقفولة وميجلهاش مية ولا اي حاجة تانية فمفكرين فيها كويس مية وسبعتاشر لت مش قليل نيجي على المنظر اللي انا بحبه جدا في العربية دي هي والمودل 3 باردو الجامب بصوا بقى عشان مسحوبة ساحبة واحدة وكلها من فوق كمان ازاز الازاز ممتد فيها كلها زائت طبعا القوائم السودا والمقابض السودا صاحب العربية عامل الجنود هنا سودا هي ما بتنزلش سودا وحطط لها الكافر بتاع تاسلا شكله حلو جدا وبرضو حطت كاربن فايبر تريم حوالين المراية الجانبية زي ما انتوا عارفين برضو زائت تاسلا مودل 3 العربية فيها تمن كاميرات تلاتة قدام واتنين هنا ادي اه اتنين وثلاتة خمسة واتنين في القوائم سبعة وواحدة في الخلف تمانية تمن كاميرات فيه كمان كاميرا جوه العربية لكن سبكم من دي والمنزر مسحوب جدا زي ما انتوا شايفين اما الحتة دي فازاز في ماء غامق جدا والازاز وراء برضو في ماء لكن بصوا الساحبة بتاعتها فيها خط كتف جايلي من هنا بيدوب في الباب الوسطاني في الباب التاني انا اسف وخط من قدام برضو بينتهي هنا وفيه خط في الباب خطين عشان يددو لك الكنازة المعينة العربية تفحم الارض كويس وبردو عندي فبر حوالين الحتة كلها من تحت لحماية الديهان اما كاويتش العربية فمقاسه تسعتاشر بوصة ومائتين خمسة وخمسين على خمسة واربعين والفرت كمان كونتيننت الفرت حلوة طيب وعشان اشحن العربية من الحتة دي الحتة دي زي ما انتوا شايفين مستخبية يعني كونسيلد في النور الخلفي وممكن برضو افتاحه بالقاب نجرب تاني واحد اتنين تلاتة على طول بتستجيب جدا الاب وده الشاحن بتاع العربية اللي هو اي سي و دي سي حسب انت بتركب ادابتر عشان تغير من اي سي لدي سي من الظاهر بالزبط برضو تاسلا ماضل ثري مرفوعة ما فيش اي فرق نفس مجموعة الانارة اللي كلها ال اي دي وكمان الاشارة من هنا ال اي دي وصاحب العربية بركب لها الاريجنال سبويلر الكاربن فايبر اللي بينزل مع البرفورمانس ماضل ومركب لها الحتة السودة دي يعني عامل تاتشات حلوة فيها زي طبعا انتو شايفين اللي العربية كلها في ماء اسود فالكونترست مع الابيض اللي هو لون العربية الابيض اللي اللي بيسموه جميل جدا وعندي كلمة تاسلا والعلامة بتاع التاسلا وديو الموتر عشان تعرف ان دي برضو مش هزار وعندي من هنا ايه حتة زي بتقوله برضو بيلعب دور في خروج الهوا من هنا عشان يحسن تفاعلها مع هوا ويخالي الاحتكاك اقل والمنظر نضيف جدا زي ثري بالزبط اللي كنا استعرضناها قبل كده تعالوا نتفرج على الشنطة نفتاحها واحد اتنين تلاتة طبعا الشنطة كهرباء اكيد شنطة ضخمة جدا شنطة العربية الخلفية 827 لتر رقم هلامي زائد 117 قدام فاكرين الاجمالي كبير جدا وانتو عارفين ما اصلا تاسلا مودل وي بقت بتطرح مؤخرا بتلات صفوف كراسي لكن دي اللي بصفين وحاسس ان اللي بتلات صفوف مالهاش لازمة الصراحة قوي لانه الصف التالت كنس جدا وبياكل كمان من مساحة الشنطة فانت يعني براكتكلي زي ما بيقولوا كده هتبقى منزل الكراسي دي على طول ولكن اللي احنا بتصورها دي امو صفين كراسي لو نزلت الكراسي دي كمان اللي بتنزل كلها 40-60 وبتنزل في النص كمان يبقى المساحة او الحجم التخزين بالاصحة اكتر من 1900 لتر رهيبة انت مش هتحتاج اكتر من 827 دول اكيد كبيرة جدا وتحت الكور عندي مساحة تخزين اضافية اماكن التخزين في العربية رهيبة وهنا فيه العدة والكابلات كلها بتاعتها وعشان تفتح التاسلا برضو بالزبط زي المودل 3 عندك كارت او مفتاح او التطبيق زي ما انتو شفتو ممكن اجي بالكارت اللي انا مسكو في ايدي ده وعند الايم كده كده فتحت برضو شايفين المقبض مش باباب انت اللي بتدخل ايدك طبعا زائد الببان فريملس ودبل الببان هنا دبل الازاز فيها ميجوز وبردو ده فريملس تعالوا نشوف المساحة الخلفية وبردو الانتيرير بتاعها ابيض حساس جدا بس المرة دي فيه دبان اقل لو فاكرين وانا بصور المودل 3 كان مليان دبان طيب قعدة العجلات قولنا اقل الشعرة من اثنين وتسعة من عشرة اعتبروها اثنين وتسعة من عشرة طبعا واضح جدا الارتفاع اللي فوق الراس كبير جدا زائد برضو المسافة اللي قدام الرجلين الكورسي ده على اخره العربية كبيرة جدا وطبعا الارض مبططة حتة واحدة ما فياش اي حاجة بتاعبخها فما فيش بقى احد يقعد هنا وما يقعد هنا حتة واحدة لانها كهرباء متصممة فرم دي جراوند اب زي ما بيقولوا ومن هنا عندي مسنت برضو حلو وفيه اثنين كوب هولدرز في النص بالزبط بس برضو احساسهم حلو والمواد كلها طبعا جلد زائد الفتحة الكبيرة هي مش فتحة هي ازاز كبير جدا بس على عكس التاسلا 3 مش مقسوم اثنين لو فاكرين التاسلا 3 كان فيها قايم في النص كده عشان يمسكها اكتر هنا يظهر متفهموش قوة العربية اكتر من جوه بقت قطعة واحدة يعني مفيش اي تغيير فيها حتة واحدة منظرها رهيب جدا وعندي برضو انوار LED من هنا وعندي حتة هنجر تقدر تعلق علي حاجتك لو عندك جاكتة ولا حاجة مهمة هنا عندي فتحات تكيف ولو انتو اغدين بالك وصاحب العربية لازق عليها التريم بتاع الكاربون فيبر وحطة الجزء اللي تحت ده زي ما تقولوا اي يعني حتة عشان يحط فيها اي نفاة يعني حاجات عنده ومعايز يخلص منها وبرضو هو لحطة دول برضو بالماجنتس هو عمل لها كل الجايب لها كل الاكساسوريز لذيذة برضو مكتوب عليها موضل واي عشان تبقوا عارفين يعني ولكن المساحة طبعا هيلة واكبر من التاسلا 3 مفيش شك بالذات في الراس وكمان شوية اكتر في المقدمة لانه قاعدة العجلات بتاعت الواي اكبر شوية هي اكبر حبتين من التاسلا 3 وكل عاد عشان تطلع من العربية بتدوس الزرار ما عندكش اوكرة عشان تفتح لك الباب لانه الكترونيك اما المواد في الباب الخالفي زي الامامي بالضبط ما فيش اي فرق كل حاجة صوفت وهنا فيه جلد برضو وهنا جلد وفيه خياطة وبرضو صاحب العربية مكمل اللازق بتاع الكاربون فيبر هنا وهنا ومن هنا البلاستيك برضو مش اللي بيخارفش اوه هو البلاستيك حلو وياخد مساعة التخزين تاخد ازازة كبيرة وجنبها واحدة صغيرة يعني مساعة التخزين مش قليلة ولو بصينا على العربية من قدام فبالضبط زي المودل 3 عندي الشاشة الكبيرة الخمستاشر بوصة في وضع اللابتوب مسيطرة على كل حاجة وفيها كل حاجة انا ما قداميش حاجة قدامي فتحات التكيف والمواد كلها صوفت معادل حتة دي بلاستيك وهنا برضو عندي المواد حلو قوي وعندي كروم هنا وعندي جلاف كومبارتمنت عندي حتة مكان تخزين هنا في دورج التابلو بس بيفتح طبعا كالعادة من نظام الترفيه عندي عجلة قيادة تلاتة سبوك حلوة جدا وفيها السيطرة على كل حاجة من دول بس فاكرينهم في المودل 3 وعندك نقل الحركة هنا لما تنزلوا مرتين يشغلك الأوتو بالت اللي هو بيحافظ على المسافة وبيحافظ على الحارة وبيعمل كل حاجة تسلا شاطرين جدا وبرضو لما بتدي إشارة مفروض ينقلك الحارة اللي جنبها سنشوف شغال ولا لا مفاعل في العربية دي ولا لا ومن هنا عندي الإشارة والمساحات وما فيش أي حاجة تانية ده المنظر العام من هنا عندي أنوار LED برضو وكالعادة دول بمغناطيس حلوة جدا من تسلا والمنظر هنا نضيف والمراية هنا طبعا إلكترونية عندي أماكن تغزين هنا فيها شاحن لسلكي حلو قوي معمول حسابه أنه ما يتحركش كمان والحاجات دي كلها بتقفل بمغناطيس فبيقولك ما تقفلهاش جامد تقفلها بشويش ما هياش زي السوسط نبص على نظام الترفيه نفكركم بيه برضو بالضبط كنا استعرضنا في التسلا مودل 3 عندك الحتة دي بتاعت العربية كالعادة ممكن أي حاجة تدوسها هنا تفتح لي كل حاجة في العربية ممكن أفتح الكبوت الأمامي الخالفي كله من هنا زي طبعا المنظر العام بتاع الكنترولز الكنترولز دي فيها كل حاجة زي ما برضو ورنها لكم قبل كده عايز أقفل المرايات حاجة هنا وقول له فولد ميرر عايز مثلا أفتحها تاني عايز أسيطر على المرايات أزبط المراية أزبط المراية الشمال ازاي بيقولي تعالي على الجزء الشمال بتاع عجلة القيادة وبدي تحرك في المراية شمال ويمين وبرضو بتتحرك لو عايز أجيب المراية الناحية التانية اليمين بنفس الأسلوب طبعا مش سهلة قوي وعندي برضو الحتة بتاعت الجلاف بوكس وعندين بقى لكم الجلاف بوكس هنا معمول عليه بين كود عشان مش أي حد يفتحه بدل المفتاح بس أنا عارف البين كود ويفتح لك الجلاف بوكس زي ما تشايفين اللي هو متبطن بالجوخ حلوة قوي وصفت طبعا أكتين شفتوا بيفتح ميكانيزد ومن هنا عندي مكان برضو تغزين مش قليل ولكن لو بصينا على نظام الترفيه طبعا عندي بقى الحتة بتاعت الاوتو بايلت اللي كنا بتتكلم فيها مستوى الشحن 95% الانوار وتسيطر عليها ازاي الشاشة نفسها النافيجيشن النافيجيشن حلو ايفل عربية بيستخدمه بتاعت جوجل مافيش شك وبرضو اواريكم الحتة بتاعت السوفتوير فيها وغدين بقى لكم بقى إيه الايستر اج يعني او مفاجأة اللي صعب العربية بنزلها ب الفين دولار اللي اسمها الاكسلرايشن بوست الاكسلرايشن بوست دي لو دست على انفورميشن يقولي ان العربية هتحسن التصارع ما بيقولكش هو زود كام حصان لكن في التصارع هتخليه بدل خمس ثواني فاربعة واربعة من عشرة او من زيرو ستين ميل فاربعة واثنين من عشرة اوبجريد باربعين الف جنيه بس قوي جدا على ثمن العربية مفيش شك اوكي وبرضو كالعادة هنا عندي الشورت كاتس الاضافية وهنا عندي التكيف على طول اقدر اوصله ومن هنا عندي الكاميرات بتاعت السنتري العربية مليانة كاميرات واغذين بالكم جايبالي كل الكاميرات الامامية والجانبية حلوة جدا وفيها المود اللي هي بتاعت السنتري بتاعت الحراسة عشان تحرصك او تحرص العربية لو في حد قرب عليها او خبطها بتسجل وكالعادة عندي التوي بوكس بتاعت التاسلا او الحتة بتاعت الترفيه بتاعتهم اللي بيسموها الانترتينمنت عندي تياتر عندي ناتفليكس وعندي يوتيوب وتيك توك تفرجوا على الفيديوز بتاعتي هنا جبعة وديزني بلاس وعندي اركيد كمان من هنا جيمز اقدر العبها واحملها عادي خالص غير التوي بوكس المعهودة بتاعتهم اللي فيها سكاتش باد وفيه حاجات لذيذة جدا غير الحتة اللي هم بيسموها اللي هي انبعاثات طبعا ممكن اهو كده سمعته وراندم كل مرة بشكل معلش ضارب كشري النهاردة وهنا برضه كل واحدة مختلفة فضيحة فضيحة بس لو حماتك موجودة في العربية هتزبطها كده كده فضيحة طبعا النزام هتتعود عليه عشان ما فيهوش زرائر خالص حتى للتكيف اكيد لكن اول ما تتعود عليه هتلاقي الدنيا سهلة جدا يعني برضه مهوش معقد مفاجأة حلوة لحبائبنا في السعودية والامارات كود الخاصم بتاع مكار وماجد عشرة بقى شغال علي السايت بتاع عنون السعودية والسايت بتاع انون بتاع الامارات تعالوا نعمل تجربة التصارع علي طول البرفورمانس بوست ده اللي هو الابغريد ابو الفين دولار مفروض انها أربعة واربعة من عشر تعالوا نشوف كالعادة كل حاجة بتتربية الدنيا خالص ويتم تس عبث جماعة اربعة تنين وخمسين والربع ميل اتناشر تمانية وتلاتين أيوه جمدا جدا والفرامل بس اللي مش جمدا جدا تعالوا نسوء التاسلا واي شفتوا التسارع أربع ثواني ونص أوكي يعني التلتمية واربعين والحاجات دي كلها مش عشان نبقى فاهمين بعض لأنه طبعاً الستوك فيجر بتاع العربية زي ما انتم عارفين قلنا خمس ثواني لكن الباور بوست ده اللي هو بألفين دولار بيخليها تتسارع أكتر بكتير وأحسن بكتير البرفورمانس بتعملها في ثلاثة وستة من عشرة أما السرعة القصوى في العربية دي فهي سرعة قصوى عالية على العربية كهرباء انتم عارفين كل عربيات الكهرباء اللي جربتها على القناة كانت مية وخمسين مية وستين دي مفتوحة المتين وخمستاشر على ورقهم هما اللي هو مية وخمسة وثلاثين ميل ممكن الانديكيتد اللي انتم شايفينه هنا طبعاً الكاميرات محدودة شوية في العربية ما عنديش عددات أو ريالكو غير الحتة الشاشة الرئيسية بتاعت العربية ولو ان فيه اوبشن برضو ممكن بيركب لها هنا ايه اكساسي تجيب لك شاشة صغيرة دلوقتي انا مواطي التكييف العربية الريتجان بتاعها اول لما بتنزل عن تسعين في المية الريتجان اللي هو الفرامل لما بترفع رجلك بيزيد جداً عشان بيبقى عايز يرجع للعربية اي من الشحنة طبعاً عربية تقيلة حتى بالاول ويل درايف برضو بتعمل اندرستير بالزبط زي احساسي للتاسلا 3 نفس الحكاية لكن برضو لما بتزود على طول بتحس ان العجل الخالفي تدخل اكتر شوية ويطلعك من الاندرستير لكن وزنها باين وزنها باين اكيد وزنها باين على العجل بدون شك العزل عشان الازاز دابل زي ما انتم شفتو فالعزل هايل التكييف برضو لازم تتكلم عليه شوية التكييف لازم تتحرك وهي وقفة حتفتس يعني هي محتاجة حركة عشان التكييف يتحسن ولكن طبعاً التسارع على طول مع ان انت ترفع رجلك مع ان التعليق منفصل والعربية تقيلة فبتنزل في المطب قوي عايفين احساسي اللي بقى العربية تنزل في المطب كده بتنزل بتحس انها نزلت في المطب بتنين طن برضو يعني اتنين طن عشان نقول لكم بس ايه اودي كيو سيفن يعني العربيات المكافئة لها في المقاس مثلاً لو اخدنا توسن وزنها تن ونص هنا بنتكلم في خمسمائة كيلو زيادة عشان المنظومة الكهرباء او الدريبة بتاعتناها عربية كهرباء عند السرعة العالية طبعاً العربية برضو بتتسارع على طول على طول بس حتحس من فوق المية وخمسين او بتاعت ايه زي كل عربية الكهرباء تتعب شوي ما تقابدش او يا جماعة الباور بوست برضو فارق معاها جامد واضح وعلى طول كده لسه اوكي هي كده قفلت عند السرعة قصوى مع انها مكملة عند اتنين وعشرين بتين اتنين وعشرين زي ما طالع لكم هنا في الحتة الصغيرة دي فراملها مش احسن حاجة هي مش معتمدة انها تتساء على سرعات عالية طبعاً ويعني الفرامل اه معتمد اكتر على الريدجان طيب لا حبيت اشغل النظام بتاع الاوتو بايلوت بتاعها اعمل كده مرتين وحلقتون رجعتني في الحارة جماعة بس هي مش فهم الحارات عندنا فتقلق شوية ما عنديش ثقة اديلها اشارة واخدين بالكم او لما اديت اشارة جابتلي الكاميرا هنا حلوة جداً وكده انا ابتديت النابيجيشن خلينا نشوف بقا هم هي ماشي عالخطوط ربنا يسطر عالخطوط بتاعتنا بس تمام؟ انا وعملش حاجة خالص اه؟ طبعاً عايز اطلع الكبري فلازم اديلها اشارة عشان تفهم ان انا مش عايز منها حاجة في منها اللي بتغير الحارة دي مش شغالة هنا وبردو حط في النظام وهي مفروض كمان بتقرأ علامات الشارع فهي فعلاً اريها وزبطت السرع عليها وانا هنا كتت مكرماني شوية هي مفروض بسرع مية وعشرين كتت ماشي عالمية خمس وعشرين بس كانت ايلاني انها اريا علامات الشارع النظام بيشتغل بسلاسة جداً وطول ما انا مدي اشارة على طول الكاميرا شغالة طبعاً زي ما قلتلكم فيها اندرستير واضح من الوزن وبتتميل ولو ان وزنها تنين طن بس دي فيها تميل طبعاً ولكن الوزنة تقيل مساعدها فيها اندرستير شوية بس تقيلة، enيلي لازم تصارعها في الملف علشان تسمع الكلام التعليق بتاعها مش وحش هي معمولة إطارية بس هي عربية تقيلة وازناً فحتحس بكل حاجة لكن تعليقها كله على بعضه برضو مريح هي تقيلة وعلى طول طبعا التسارع مش هتزهق منه ابدا ونشغل النظام بتاع المحافظة على الحارة كده عشان انا مساود السرعة قوي فهي مش مبسوطة مني تعالوا نجرب تاني نهديلها السرعة اه كده شغلته متاخديني البيت بقى منفضل كل اسمحت البيت بقى اه اه اريد الشارع كويس شغل كويس بس محتاج شوارع معمولة حلوة اوكي زي ما شفته التسلا الماضل واي طبعا حلوة جدا في قيادتها وفيها تكنولوجيا هيلة لو اتكلمنا بقى على المدى الواقعي الجماعة جايين لي من اسكندرية اصحاب العربية وكانوا جايين بداية الرحلة كانت 92 في المية البطارية وشحنوا في اول ما دخلوا عند مداخل القاهرة على طول ووصلوها فعلا لمية في المية انا ابتدت التجربة دي بخمسة وتسعين في المية البطارية دلوقتي 82 طبعا اللي انا عملته ده انتحار بالنسبة لأي عربية كهرباء اللي هو التسارع كتير القيادة على سرعة عالية جدا 220 عربية فيها سرعة عالية جدا مفيش شك ولكن ده بالنسبة لعربيات الكهرباء مش وقعية هم بيقولوا خمسمية وتلاتين كيلو متر ده الرينج بتاحهم الرسمي اللي هو تلتمية وتلاتين ميل بالزبط ولكن الواقع بتاحها بيطلع حوالي الربعمية وخمسين ده الواقع اللي هم عندك اللي بيسمو ايه الميكس درايفنج يعني ممكن تتقرب للخمسمية لو انت سهيئة في وسط المدينة بس سيبقى فيه ري جان كتير هترجع كتير للنظام بتاع البطارية تشحن البطارية تاني لكن لو انت بتسافر كتير لأ هتلاقي الرينج قرب الربعمية يعني هم شحنوها مكانش لازم يشحنوها كانت وصلتهم حاجة وستين في المية لما وصلوا القاهرة يعني وبرده صاحب العربية لما اتكلمت معها قالي لا انا ما كنت بشويش لان هو هتت عايز يجري بقى جايبه عربية وعايز يجرب يعني حقه الصراحة تمام فده اللي حصل الرينج من اتنين وتسعين لحاجة وستين في رحلة مصر او اسكندرية لمصر فممكن وسط المدينة تعملك خمسمية لكن مثلا لو عايز تسافر الساحل لو جريت ممكن تبقى بتتكلم في الحدود قوي تبقى عايز توصل على طول تشحن عشان ممكن تكون قربت قوي ان انت تبقى داخل في منطقة خطر ولكن كلها بتعتمد على السواء يعني من الاخر لو انا مثلا مسافر للطريق الساحلي اللي هو دلوقتي بقى تمانين كيلو بالنسبة العربية دي تمانين كيلو في الساعة دهائل انت هتتشل هي هتنبسط ولكن طبعا هتوفر الشحنة وحتلاقي المدى بتاعها فعلا ممكن يقرب هي محتاجة الالتزام بالسرعات القانونية لو التزمت هتلاقي المدى بتاعها تماما مش انا قصدي انا اسف طبعا وانا اكيد اول واحد متزم ومش بشجعكوا على الكلام ده بس يعني انا بتكلم برضو من الواقع ان دايما الناس ما بتقدرش ساعات تمسك نفسها تقولك 120 طريق فاضي ازود شوية في كل حتة في العالم مش مصري بس انا مش بقول لكم وده مش بشجعك انا بقول لكم ده التصرف الطبيعي بتاع اي فرد لما بيلاقي الشارع فاضي قدام شوية تجربة جميلة عربية تقيلة كنت احب برضو اشوف الشاشة اللي قدامي يا ريت الواي والجودا دي يعني اعملوا في اوبغريد ولا حاجة ينزلوش الاكساسوري بتفرق قوي بتفرق معايا شوية بحس ان انا يعني اي اي اه ام انجاجد اكتر في السواق ان انا جزء اكتر بالعربية لكن كل شوية باصس هنا هتتعود اوكي وتبسيتي وان فتحات التكيف وصادك دي برضو ميزة كبيرة انت عندك فتحات التكيف وشك على طول دي برضو حاجة ما بتحصلش هنا فتحات التكيف جاية في الحتة دي هتبرد نظام الترفيه بتاع العربية لان هو الكمبيوتر وفيه بروسيسر كتيرة جدا معقد جدا العربية قمة في التكنولوجيا مفيش كلام يتقال عليها ولو قدروا يزاودوا الرينج 150 كيلو كمان تبقى انت وصلت للحل الالتمت تبقى فعلا الاسيو في دي حتى في بلد زي مصر اللي فيها شواحد مش كتيرة قوي ممكن برضو تسوقها وتبقى مبسوط وتبقى الدنيا تمام يعني لو قلنا 650 كيلو الرينج وفعليا عمال لك 550 لا ده يبقى هايل ده يبقى هايل ما يبقاش حد عنده شكل ولكن اكيد واحدة من احسن الاسيو فيز الكهرباء اللي موجودة بالتأكيد وهي برضو غالية جدا انت عاربيات الكهرباء غالية ولكن متوفر لك حاجات كتيرة لو اتكلمنا على الصيانة بتاعت العربيات دي كلها فتكلفها قليلا اي برضو استهلاك الفرامل قليل جدا والبطارية هما بيدوا عليها لايف تايم وارنتي البطارية مفروض عليها دمان واستهلاكهم بسيط ومفيش مشاكل كتيرة زي الاحتراق الداخلي طبعا مفيش زيوت مفيش اي حاجة من الحاجات دي في نظام تبريد للبطارية اكيد وبردو عندك تاكيف لكن حاجات دي اعطالها قليلة جدا بس تجربة نادرة جدا وحصرية واشكر تاني جماعة لجولي كل السكة من اسكندرية بجد شكلهم جدا جدا ولو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسابسكرايب وشايروا الفيديو يا جماعة ونتقابل في العرض القادم سلام تنسوش تستفيدوا من كواد التخفيض بتاعتي مع نون مكار ماجد عشرة ماجد خمسين نون عشرين نون واحد وعشرين نون اتنين وعشرين نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتك تبقى كبيرة جدا ما تنسوش تستخدموها مفاجأة حلوة لحبائبنا في السعودية والامارات كود الخصم بتاعي امكار وماجد عشرة بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الامارات